بلوتوث تعريف البلوتوث البلوتوث أو القارن هي تقنية اتصالات راديو في نتاق الموجات الكصيرة سممت لنقل البيانات لمسافة قصيرة من المتر واحد إلى المائة متر وباستهلاك كميات ضئيلة من الطاقة وتستخدم هذه التقنية بشكل كبير في نقل البيانات بين الأجزة المحمولة وفي الملحقات الترفية للحاسم يمكن نظام البلوتوث الأجهزة الموجودة في إطار تغطية الموجات من الاتصال مع بعضها البعض وتستخدم هذه الأجهزة في الحقيقة موجات لاسلكية للاتصال فيما بينها لذلك لا يشترط بوجود الأجهزة في صف واحد أو على خط واحد بل يمكن أن تكون الأجهزة موجودة في غرف مختلفة ولكن يجب أن تكون إشارة البلوتوث قوية لتغطية هذه المساحة بلوتوث هو معيار تم تطويره من قبل مجموعة من شركات الإلكترونيات للسماح لأي جهازين إلكترونيين حواسيب وهواتف محمولة ولوحات المفاتيح بالقيام بعملية اتصالات لوحدها بدون أسلاك أو كابلات أو أي تداخل من قبل المستخدم تطبيقات تقنية بلوتوث من الممكن وصول أجهزة الهاتف الخلوية مع بعضها البعض أو مع أجهزة أخرى المايكروفونات أو مع عدوات السيارة وسيلة إدخال للحاسوب مثل الفأرة أو لوحة المفاتيح حيث يتم الاستغناء عن الأسلاك وسيلة إخراج للحاسوب مثل الطابعات حيث تم الاستغناء عن الأسلاك تكوين شبكة شخصية بواسطة البلوتوث عندما يتقارب جهازة بلوتوث مع بعضها من البعض فإن حدث إلكتروني سيجري لمعرفة إن كانت هناك بيانات للمشاركة حيث على الجهاز الأول التحكم في الجهاز الثاني وعندما يتم الاتصال بين الجهازين فإنه يتم تكوين شبكة معينة ما بين الجهازين وتقوم أنظمة بلوتوث بعد إذ بإنشاء شبكة شخصية قد تمتد الغرفة كاملة أو تمتد المتر أو أقل وعندما يتم تكوين الشبكة الشخصية فإن الجهازين يقومان بتغيير التردد بطريقة واحدة وفي وقت واحد حتى لا يتم التداخل مع شبكات شخصية أخرى قد تكون موجودة في نفس المكان تزويد الحاسوب بتقنية بلوتوث شراء جهاز بلوتوث خاركي الجهاز يوصل مع الحاسوب عن طريق الـ USB تعريف الوسطة الجديدة علما أن الوسطة متوفرة بأحجام وأسعار مختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر